اشتركوا في القناة مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية ما زلنا نتحدث عن الآداب في القرآن أي الآداب الاجتماعي المختلفة في كتاب الله سبحانه وتعالى بدأنا نتحدث عن الآداب التي يوصي بها القرآن فيما إذا فوجئ زيد من الناس بمن يشتمه بمن يؤذيه بمن يسبه دون موجب ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه هناك موقفان موقف الحق الذي له أن يمارسه وموقف الأدب الذي يجدر به أن يتحلى به والقرآن يبين لك هذا الحق ويبين لك هذا فهو فيما يتعلق بالشخص الذي ظلم الذي أوذي الذي شتم يبين القرآن أن له الحق كاملا في أن يدافع عن نفسه وأن يختص ممن آذاه بمثل ما قد أوذي به القرآن يعطيك هذا الحق يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ثم يقول ولئن صبرتم لهو خير للصابرين لكن نحن الآن نتكلم عن الأداب اللائقة التي يوصي بها القرآن ولا نتكلم عن الحق الذي للإنسان أن يمارسه لاحظوا الفرق بين الحالتين القرآن يضعنا أمام هذا إن شئت ويضعنا أمام هذا أيضا فالقرآن يوصينا بالصفح يوصي المظلوم الذي أوذي الذي شتم بالصفح والقرآن يضع هذه القوالب وهذه الوصايا بمناسبات من أجل أن تكون وصاياه أكثر رسوخا ومن أجل أن تكون وصاياه أكثر تأثيرا على المجتمع نعم اسمعوا إلى هذه الحادثة التي ذكرناها في آخر حلقتنا الماضية ولم نستطع أن نعطيها حقها جاء وفد من نصار الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة جلسوا إليه سمعوا شيء من القرآن فعلموا أنه هو فعلا النبي الذي يبشر به الإنجيل ورأوا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يتفق مع الحق الذي جاء به سيدنا عيسى فأعلنوا إسلامهم بل قالوا نحن من قبل ذلك نحن كنا مؤمنين بهذا الشيء طبعا المشركون علموا مقدم هذا الوفد وشاع في مكة أن وفدا من نصار الحبشة أقبل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ودخلوا داره وأخذوا ينتظرون يعني بأي انطباع سيخرجون لما فوجئ المشركون بأن هذا الوفد دخل وهو متمسك بنصرانيته وخرج وهو مسلم مؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثارت حفيظتهم وثارت البغضاء في قلوب قلوبهم وواجهوا هذا الوفد بالشتائم وكان في مقدمة من شتمهم أبو جهل قال ما رأينا ركبا أحمق منكم أرسلكم قومكم لتعلموا خبر هذا الرجل فلم تطمئن مجالزكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال واتبعتموه طيب كيف واجه هذا الوفد شتيمة هؤلاء المشركين هذا واحد ممن شتمه كان جوابهم هو التالي قالوا طبعا رئيسهم قال والبقون نعم مؤيدون لكلامه قالوا سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه لم نألو أنفسنا خيرا هكذا كان جوابهم سلام عليكم لا نجاهلكم يعني لا نبادلكم شتيمة بمثلها لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه لم نألو أنفسنا خيرا يعني لم نتدخر جهدا في أن نختار لأنفسنا الخير الذي نرى نزل بيان الله عز وجل يتضمن آيات يسني فيها الله على هذا الموقف الذي وقفه هذا الوفد من الشتيمة التي نعم قابلهم بها المشركون عندما خرجوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يقول الله عز وجل عنهم يقول الذين آتيناهم الكتاب من قبله من قبل محمد عليه الصلاة والسلام هم به يؤمنون وإذا يطلع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إننا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغوة السباب والشتائم وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهدين هذا ما أنزله الباري عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تعليقا على الموقف الذي وقفه هذا الوفد وثناء عليهم في ذلك فذهبت هذه الآيات وصية يوصي بها ربنا سبحانه وتعالى عباده جميعا يقول لهم إذا وقفتم مثل هذا الموقف وواجهتم أذى من أناس بدون حق شتائم سباب أي أذى نعم فمن الجدير أن تعفوا وأن تصفحوا وأن تقولوا مثل ما قال هذا الوفد الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج من عنده مبايعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به نعم لاحظوا كلمة سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين يعني شعارنا في التعامل مع الآخرين هو السلم وإن كان شعار الآخرين في التعامل معنا هو الأذى هو الحرب هو السخط هو السب الشتم نعم نحن ما استطعنا فإن شعار الذي لا نستبدل به ولا ننزله هو شعار السلم والسلام مع الآخرين طبعا السلم ليس مع الذات لا يكون سلم الإنسان مع ذاته وإنما كلمة السلام حيثما أطلقت فالمراد بالسلام يعني مع الآخرين سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين يعني لا نبادل جهالتهم بمثلها والمراد بالجهال يعني ليس المراد بالجهال ما يقابل العلم يعني الجهال المراد يعني عدم العلم لا المراد بالجهال أو الجهل يعني سوء التصرف التصرف الدني السب الشتم كذا أن يهبط الإنسان في تعامله مع الآخرين إلى مستوى سيء نعم هذا هو المراد بالجهال وهذا معنى متداول عند العرب الشاعر يقول شاعر نعم الجاهلي ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين يعني ليس المراد بل الجهل هنا يعني عدم المعرفة وإنما المراد يعني ألا لا يتطاولن أحد علينا بسباب أو شتائم أو إن فعل ذلك فلسوف نتطاول عليه ولسوف يتغلب لساننا على لسانه لكن طبعا هذا كان نهج الجاهلين نعم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين عندما جاء لسام لا نعم علم الإسلام عباد الله عز وجل المسلمين أن يقابل الجهالة بالمسالمة بالصفحة بالعفو نعم هذا أدب اجتماعي هام جدا رب رب الإسلام عباده أو رب البار عز وجل عباده من خلال القرآن على هذا المنوال طبعا هذا لا يعني أن القرآن حرم المظلوم من أن يمارس حقها أبدا القرآن يقول ماذا تريد تريد أن تنال حقك لك أن تقتص ممن أساء إليك أو أن تطالب القاضي بالاقصاص لك لكن إذا أردت المستوى الأفضل إذا أردت أن تتعلم الفضيلة التي يوصيك القرآن وأن تتعلم بها بالأداب الاجتماعي السامية التي يريدك القرآن وأن تتعلم بها تعال إذن أدلك على النهج الذي ينبغي أن تنضبط به إن شئت تسلك هذا المنهج تنال حقا وإن شئت أن تسلك هذا المنهج الثاني نعم ثم هناك شيء آخر بالمناسبة أقوله فرق كبير أيها السادة والسيدات بين إنسان يتوجه إلي بأذن لشخصي وبين إنسان يتوجه إلي بأذن ينالني أنا نعم ويتعدى سوءه إلى المجتمع أو إلى أفراد ولوما كان مجتمع يتعدى سوءه إلى أهلي إلى زوجتي إلى أولادي إلى أرحامي في الحالة الأولى إذا كانت الإساءة إلي شخصيا القرآن يوصي بالعفو يوصي بالسماح كما رأينا الآن نعم يوصي بالسماح والصفح لأن المسألة خاصة بي أنا أنا المظلوم لكن إذا كانت الإساءة تنال الأسرة تنال القبيلة تنال المجتمع أنا أملك أن أصفح عن حقي لكن لا أملك أن أصفح عن حق الآخرين لاحظوا فإذا أوذيت أسرتي ليس لي أن يعني أتكلم عن أفرادها فأقول يعني أنا أسامح وأنا قد صفحت طيب يقول لي القرآن طيب أنت سامح عن نفسك لك أن تصفح عن نفسك لكن ليس لك إذا زوجتك نعم أضر بها هذا الأذى ولا تريد أن تصفح وإنما تريد أن تختص ليس لك أن يعني تكون أنت القيمة عليها نعم لاحظوا هذا كذلك إذا كانت الإساءة متجهة إلى المجتمع هذا الإنسان نعم وضع يده على حق للمجتمع أقول أو لا نعم نعم أنا صفحت عنك لكي يعني أظهر أنني إنسان خلوق وأنني إنسان واسع الصدر لا هذا غير جائز المجتمع يتكلم بلسان ذاته لست أنا الذي يتكلم بلسانه لست أنا ولا ينبغي أن أتكلم عنه بل ينبغي أن أكون أمينا عليه إذا كنت مسؤولا أرجو أن يكون هذا واضحا أيها الإخوة في أذهاننا يعني القرآن يوصي بالصفحة يوصي بالمسامحة عندما يكون الأذى منتجها إلى شخص شخص معين أما إذا اتجه الأذى إلى المجتمع المجتمع هو صاحب القرار ولست أنا نعم حتى رئيس الدولة نعم إذا أسي إلى مجتمعه إلى شعبه إلى رعاياه نعم وأراد أن يظهر يظهر ساعة الصدار وأراد أن يظهر للأخلاق الفاضلة قال يالله أنا سامحت وصفعت يقول له الإسلام بل القرآن أنت تملك أن تصفى عن حقك لكنك لا تملك أن تصفى عن حق المجتمع نعم هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها أيها الإخوة طيب من الآداب أيضا التي ينص عليها بيان الله عز وجل ما يتعلق ب آداب الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر التبصير بالحق بالإسلام يعني مهمة الدعوة إلى الله مهمة الرسول التي آلت إلى العلماء من بعده العلماء الصادقين يعني من بعده كيف ينبغي أن تكون دائما أيها الإخوة يعني الآمر بالمعروف معرض أن يناله أذى الناهي عن المنكر معرض أن يناله أذى الذي يدعو الآخرين إلى الحق ويعني يريد أن يصرفهم عن الباطل معرض للأذى فما هي الآداب التي يصيه القرآن بها ما هي أولا القرآن يبصرنا بأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والداعية إلى الله ينبغي أن ينطلق إلى هذا من مشاعر الرحمة من مشاعر الشفقة لا من مشاعر الحقد والضغينة هذا أول أدب وهذا الشيء نحن بأن مسأل حاجة إليه يعني أنا أضرب مسألة بنفسي أنا الآن وجدت منكر في المجتمع زيد من الناس يمارس منكرا أمام أفصار الناس بشكل جهري في المجتمع طيب نظرت إلى هذا الإنسان أنا وجدت أن هذا الإنسان عرفه قلبي متميز غيظا منه قلت والله هذه فرصة فرصة هذه سأشفي غليلي منه بحجة أنني أريد أنهاه عن المنكر فضحته وأشهرته إنسانا فاسقا مجرما مسيئا على رؤوس الأشهاد نعم بحسب الظاهر أنا منتصر لدين الله وعم أدبو انتصارا لدين الله لكن في الواقع الذي أعرفه عن نفسي أنا أستخدم دين الله لإشفاء غليلي هذا ينبغي أن يكون معلوما وما أكثر الذين يمارسون هذا لا ينبغي أن أعلم أن هذه الطريقة ستزيد هذا الإنسان إمعانا في السوء ستزيد ستزيد هذا الإنسان إمعانا في السوء واضح وسأكون أنا المسؤول يوم القيامة أن تمسكه الزائد بالمنكر بعدما نعم علشت منكره بالطريقة الشائنة التي ذكرتها لكم طيب هذا غير جائز ينبغي أولا أن أصفي قلبي من الأحقاد والضغائن والشوائب كلها 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 سواء كان الناس الذين أتعامل معه مسلمين مؤمنين ملحدين أين كانوا أين كانوا نعم فإذا صفي قلبي من الشوائب وجدت هذا الإنسان يمارس منكرا عنده إذن لن أعالج هذا المنكر بالغضب لن أعالج ممكنه بحقد بإشفاء الغليل أبدا لا يمكن أن أفعل هذا وإنما يعني أن تشيله من هذا الوضع الباطل بكامل الشفقة عليه بكامل المحبة له والرحمة به هذا ما يأمرنا به كتاب الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو المثال الأول لنا على هذا ماذا يقول الباري يقول لرسوله فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك من الكفار مشركون فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من فاعفو عنهم واستغفر له وشاورهم في الأمر هذا الذي يأمر الله به رسوله يأمرنا نحن أيضا به نعم طيب عامل هذا الإنسان الناس باللطف وأخذ يدعوهم إلى الله باللطف يأمر بالمعروف بدافع من الشفقة والحب الرحمة ينهى عن المنكر بدافع من الشفقة والرحمة وما إلى ذلك لكن واجهه بعض الناس بأذى بشتيمة باستخفاف باستهزاء بدون موجب يعني الداعي نفس هذا الأدب صف قلبه من الشوائب لكن بعض الناس نعم يطيلون أنستنتهم بقالة السوء بل يطيلون أيديهم ربما بالسوء ما الأدب الذي يدعو إليه القرآن مزيد من الشفقة مزيد من الرحمة مزيد من الصفح حتى هذه الحالة يا الله حتى هذه الحالة هل هو الحق معه لكن انت داعي أم موقفك الانتصال لنفسك موقفك الانتصال لنفسك لا تقول أنت داعي لك خلاص انت إنسان تنتصر لنفسك لا أنت داعي إلى الله إذن اسمع كلام الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لكن ماذا قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اللهم يعلنا من أصحاب الحظ العظيم نعم هذا ما يقوله لك الله هذا إن كنت داعيا إلى الله أم ترفع رأسك لواء الدعوة إلى الله عز وجل إذن ينبغي أن تتحلى بالصبر وبالصفح والمسامحة وسيد من صفح رسول الله وسيد من سامح الذين آذوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدك الله أنك إن صفحت تفتح قلب هذا الإنسان للتقدير لك بل لمحبتك أيضا فيما بعد نعم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم من أين يأتي هذا التبدل؟ من عند ربنا قلوب العباد بين إصبعين من أصابه الرحمن يقلبها كيف يشاء هذا الكلام واضح أيها الإخوة طيب إذن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن لا ينتصر لشخصه عندما يدعو إلى الله عز وجل ينبغي أن يميز بين الانتصار للدين وبين الانتصار لشخصه هو هذا الأدب مهم جدا والقرآن يبصرنا بهذا يبصرنا بذلك طيب هناك أدب آخر يسألنا كثير من الناس عنه محل شكال زيد من الناس مصر على أن يزيل معصية خطيرة كبيرة من المجتمع من مكان ما فكر فكر وجد أن إزالة هذه المعصية لا تتم إلا بالسكوت على معصية أخرى لكن معصية بسيطة لا تتم إلا بإقرار معصية أخرى لكن معصية بسيطة ما الموقف الذي يأمر به القرآن الذي يأمر به الله عز وجل هل فهمتم أيها السادة والسيدات يعني الآن معصية عقابها عشرة لنفرض بالأرقام نفترض رقما معينا نعم معصية أخرى عقابها مية عشرة أضعاف عشرة أضعاف طيب أنا أعلم أنني لكي نعم أزيل هذه المعصية الخطيرة ذات العشرة نعم أضعاف المعصية الأخرى ما أستطيع إلا إذا أقريت المعصية الصغيرة ذات العشرة وضع كيف طيب شو بساوي ما الحكم الحكم أن المعصية معصية والمعصية الثانية معصية وأنا إذا أقريت المعصية ذات العشرة أرقام في العقاب بدي أتحملها أكيد سجلت علي معصية عقابها مثلا عشرة نعم أرقام من العقاب لكنني عندما أضمن ويغلب على ظني أنني سأستطيع أن أمتلخ هذه المعصية الكبرى نعم التي عقابها يساوي مئة فما الذي يصل أكون قد نعم كسبت مئة كسبت مئة لكن خسرت عشرة ببالي كم تسعين فهذا حساب الربح والخسران في سلم الأولويات في درجة المصالح بل المعاصي أيضا نعم الآن في مثال بل أمثل كثيرة لهذا الموضوع ينبغي أن نسترعي انتباهنا طيب رجل هذا مثال واقعي رجل ألم أن في الحي الذي هو فيه امرأة داعرة نعم والناس يغشون بيتها ولها أجر كبير تناله في كل ليلة لمن يغشى منزلها رجل فاضل عالم صالح من الأولياء فكر ما استطاع أن يعني يعني يقضي على هذه المعصية ماذا صنع أرسل تلميزه في يوم الأيام قال لو اذهب إلى بيت هذه الباقية هذه الدائرة وقل لها إن شيخ يقول سيرجو أن يكون هذه الليلة خاصة به وانظري كم تطلبين ادفع لها المبلغ الذي تشاء ذهب هذا تلميز وقال هذا الكلام لهذه المرأة وقال لا شيخ يريد أن تكون هذه الليلة وقفا عليه خاصة به هل يمكن قالت نعم ما المبلغ المبلغ كذا ذهب الشيخ في المساء استقبلته دخل طيب هذه معصية أكيد هذا الخلوة مع هذا إنسان معصية قال هذه الليلة خاصة به أليس كذلك قالت نعم قال ايضا الشيخ الذي أريد أن أقول وتفعلينه قالت نعم قال ادخل الحمام فاغتسلي وانوي بذلك رفع الجنابة قال حسن قال وإذا انتهيت لا تلبس ثيابك انبس هذه الجنبة التي هي لي تفضلي وآط أيضا غطاه الذي يضعه على رأسي قال تلفعي بهذا الغطاء دخلت أخذي أموال أخذ أجرتها فعلت ما قاله الشيخ وخرجت قال لها أنا سأصلي ركعتين وأنت تصلي تقتدين به وبيّن لها كيف تصلي قالت حسن تفعل دخل في الصلاة ركع لما وصل إلى السجود ناجى ربه قائلا اللهم إني قد أصلحت ظاهرها فأسألك اللهم أن تصلح باطنها لما سلم التفتت إليه ويتبكي قالت يا شيخ هل يعني واحد مثلي إذا تابت الله يقبل توبتك قال طبعا يقبل التوبة ألم ترى أن الله نعم يغفر ذنوب ويقبل ويصفعه عن السيئات هذا كلام الله عز وجل قالت أنا تايبي وأنا أشهدك أنني تبت إذن هذا ماذا صنع تاجر خسر عشر بسبب دخوله هذا المنزل أكيد لكنه بعد ذلك ربح مئة إذا تطاع الداعي أن ينهج هذا المنهج فنعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر